إذا علمتم أن محيط سور مستطيل هو 0.72 كيلومتر وطول المستطيل هو 160 متر جد عرضه بالأمتار ربما تلاحظون أن السؤال أعطاكم المحيط والطول بوحدتي قياس مختلفتين فقد أعطاكم المحيط بالكيلومترات والطول بالأمتار وبما أن المطلوب هو العرض بالأمتار عليكم تحويل المحيط إلى وحدة الأمتار وفقا للسؤال محيط السور ونرمز له بي بي يساوي 0.72 كيلومتر ونرمز للكيلومتر بي كي أم كما تعلمون الكيلومتر الواحد يساوي ألف متر بعبارة أخرى لديكم ألف متر ونرمز له بي أم لكل واحد كيلومتر إذن عليكم أن تضربوا 0.72 في ألف حتى تحول المحيط لوحدة الأمتار لكن ما الدليل أن عليكم الضرب بدلا من القسمة؟ قلنا أن الكيلومتر هو ألف متر أي عند تحويل الكيلومترات إلى أمتار يجب أن يكون ناتج التحويل عددا أكبر من العدد الأصلي ولذلك عليكم أن تضربوا لا أن تقسموا إضافة لذلك عند الضرب تلغي الوحدات المتشابهة بعضها بعضا وفي هذه الحالة الكيلومتر في البسط يلغي الكيلومتر في المقام والآن عليكم أن تضربوا 0.72 في ألف عندما تضربون في ألف أو في أي قوة من قوة العشرة ستتحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين فعندما تضربون في عشرة تتحرك الفاصلة منزلة واحدة إلى اليمين ويكون الناتج 7.2 وعندما تضربون في مئة تتحرك الفاصلة منزلتين ويصبح الناتج 72 أما عندما تضربون في ألف كما في هذه الحالة ستتحرك الفاصلة ثلاث منازل إلى اليمين ويكون الناتج 720 إذن المحيط بالأمتار هو 720 متر دعونا الآن نتذكر ما هو المحيط سأرسم صندوقا صغيرا بهذا الشكل أخبركم السؤال أن طول السور المستطيل هو 160 متر افترضوا أن هذا البعد هو الطول ونرمز له بل ويساوي 160 متر وبما أنه مستطيل فإن كل ضلعين متقابلين متساويين أي أن هذا الضلع طوله 160 متر أيضا والمطلوب في السؤال هو عرض المستطيل أي هذا الضلع وهذا الضلع نرمز للعرض بW المحيط هو المسافة الكلية التي تتحركونها حول الشكل كاملا بعبارة أخرى المحيط عبارة عن هذا الطول زائد هذا العرض زائد هذا الطول زائد هذا العرض إذن المحيط يساوي الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض بما أنكم تعرفون ما هو الطول فإن المحيط يساوي 160 متر زائد العرض زائد 160 متر زائد العرض ولا تنسوا أن السؤال أعطاكم المحيط لكن انتبهوا أن تكتبوه بوحدة الأمتار وهو 720 متر بناء على ذلك 720 متر يساوي 160 متر زائد العرض زائد العرض قبل أن تكملوا هناك طريقة أخرى يمكنكم إيجاد العرض من خلالها إن طولا واحدا وعرضا واحدا من المستطيل يمثلان نصف المحيط أي العرض W زائد الطول وهو 160 متر يساوي نصف المحيط أي نصف ضرب 720 متر وعليه العرض زائد 160 متر يساوي 360 متر يمكنكم أن تجدوا قيمة W في أذهانكم فما هو العدد الذي إذا جمعتموه مع 160 تحصلون على 360؟ إنه 200 وعليه العرض يساوي 200 متر بطريقة أخرى يمكنكم أن تطرحوا 160 من طرفي المعادلة فتجدون أن العرض يساوي 200 متر وبالعودة إلى الطريقة الأولى هنا 720 يساوي 160 زائد 160 يساوي 320 والعرض زائد العرض يساوي 2 ضرب العرض فكما تعلمون عندما تجمعون قيمة مع نفسها فكأنكم تضربون هذه القيمة في 2 لإيجاد العرض اسألوا أنفسكم ما العدد الذي تجمعونهم مع 320؟ فتحصلون على 720 إنه 400 أو يمكنكم أن تطرحوا 360 من طرفي المعادلة فيصبح لديكم 400 يساوي 2 ضرب العرض بقسمة طرفي المعادلة على 2 تجدون أن العرض يساوي 200 متر وهي نفس الإجابة التي حصلتم عليها في الطريقة الأخرى انتهى الحل ترجمة نانسي قنقر